أهلا وسهلا فيكم من جديد دائما معكم تحدثنا من خلال ضيوفنا اليومانا بالاستوديو عن جهد الأمن العام عن الدفاع المدني عن أيضا جميع الكوادر التي تبدل في كل مكان في مملكتنا الحبيبة وأكيد دائما خط الدفاع الأول الكوادر الطبي يقولهم الله يقويكم ويعطيكم ألف عافية بسعدنا يكون معنا الدكتور أحمد الرواجدة رئيس قسم العيادات الخارجية رئيس لجنة طبط العدوى في مستشفى الإسعاف والعيادات مستشفى البشير أهلا وسهلا فيك دكتور ويعطيك العافية ومباشر رحل من المستشفى أيضا استوديو يوم جديد نقول لك الله قويك ويعطيك العافية وشو بتحكينا في البداية عن آخر المستجدات حول كورونا والعلاجات وجهدكم اليوم أول شيء بحب أصبح على قائد البلاد جلالة سيدنا وصبح على خط الدفاع الأول الكوادر الطبية والتمرضية والكوادر المساعدة هم قاعدين في الميدان وبالوجه هلأ دورنا في ضبط العدوى في مستشفى الإسعاف هو حماية الكوادر الطبية والمراجعين عشان ما يصير في عنا انتشار أكثر بناء على توجهات عطوفة مدير إدارة مستشفيات البشير الدكتور محمود زريقات وعطوفة مدير مستشفى الإسعاف والعيادات الدكتور عقابر رواحني قمنا بوضع خطة استراتيجية منذ بداية الأزمة بحيث وفرنا المعدات الحماية الشخصية من كمامات وقفزات والكفرشيت الواقع الشخصي للحد من انتشار الكورونا بالإضافة أنه تم عمل خيمة وبائيات منفصلة عن الإسعاف للحميات والأمراض التنفسية بحيث نعزل هدول المرضى اللي فيهم اشتباه عن باقي المرضى ويبداوم فيها كادر كامل من أطباء وتمريض مختلف الاختصاصات يقوموا على عمل مسحات وفحوصات بالتأكد من اشتباه الحالات أن يكون فيها كورونا أو ما فيها طبعا ومشكورين في تبرع جانا بحيث أن البوابات إلكترونيا بتقوم بتعقيم أي واحد بزور الطوارئ حسسات وهو مارك ببلش تعقيمه وداخله طالب نعرف أن مستشفى البشير يتم المراجعات بأعداد كتير كبير مننا تحديدا هلا بهاي الفترة نشوف هناك العديد من الأشخاص اللي عم بزوروا مستشفى البشير خوفا هلا عن ممكن في هناك بعض الحالات لأصلا ما بتستدعي تواجدوا بالمستشفى بس بروح كيف يتم الضبط هذه الحالات وعدم دخولها مثلا إلى المستشفى داخل مستشفى البشير أنا بدنا نقلل نقل العدوى تحديدا وإذا كان في هناك اشتباه كيف يتم التعامل مع هذه الحالة هلا أول شيء الأعداد الكبير اللي عم تيجي في الفترة هاي للأسف أنه فقط 8% من الأعداد هي الحالات الطارية والباقي عبارة عن هلع وخوف واشتباه وبلاش يكون معي والقصة هاي هلا بيجي الدور على الكوادر الطبية بفحص المريض بيطمنه بتأكد هل هو مشتبه فيه فعليا ولا لا في حال مش مشتبه فيه بيطمنه وبعطول علاجات الملائمة له بروحه طب الدكتورة يمكن إحنا كمان إحنا ما بدنا أي واحد يكون عنده أعراض يقول لك لا أنا بديش أروح أزيد اللود على الأطباء أو على الكوادر الطبية أو الدفاع المدني لا إحنا كمان في يعني لا سبح الله أي حالة أو تشتباه فيه بتتواصل مع الجهات المعنية بتسألهم بيسألك عن الأعراض بيجاؤهم وبنفس الوقت ضروري أنك يعني ما تسكت على حالك يعني شو بنحكي بهذا الاتجاه صحيح الآن التعليمات والأرشادات الموجودة مفروض أنها توعي المواطن في الأعراض تاعت الكورونا طبعا ولكن إذا صار فيه الوسوسة بنقدر نحكيها أو الخوف من المرض رح يضطر المريض راجعنا ومنقدرش نحكي لأي مريض نبدأ نفحصك نبدأ نشوفك طبعا فبيتم التعامل معه كأنه اشتباه حتى يثبت عكس ذلك نحن نتحدث عن ألية صرف الأدوية بالعيدات الخارجية للأمراض المزمنة تحديدا كيف يتم هذه الألية تحديدا في هذه الجائحة حاليا كان التركيز كله باتجاه الكورونا وصار فيه مشكلة للمرضى تعون الأدوية المزمنة والسكري وضغط وغيره وإحنا بصراحة بالعيادات الخارجية المستشفى البشير ما وقفنا شغل صار فيه تقريبا 9000 وصفة من بداية الأزمة وقمنا بتوصيلها عن طريق أكثر من جمعية من بناتهم نقابة الأطباء ممثلة بمبادرة وطن ومن نقابة السيادة ومن جمعية التسلب اللويحي ومتطوعين تكفلوا بأنهم يوصلوا هذه الأدوية للمرضى فحاليا عم نشتغل على المنصة الإلكترونية اللي هي إيمد دوت حكيم دوت جو بيقدم المريض معلوماته تأمينه مكان سكنه ويتم التواصل معه لحين توصيل الدوائر دكتور يعني اليوم يمكن المتابع ليس فقط الأردنبوجي خصوص بالعالم بشكل عام نسبة كبيرة من الإصابات للكوادر الطبية الأطب الممرضين كل من يعمل في هذه المستشفيات كطبيب شو نصاحك لزمال أكل أطباء كيف تتعاملون أيضا في هذا الموضوع حتى لا سمح الله ما يكون في عندكم نقل للعدوى ومنه أيضا ما تنقلوها لبيوتكم يعني كيف تكونوا حرصين في هذا الموضوع وكيف عليكم لود وضغط وبنفس الوقت إجراءات يجب أن تتخذوها حتى تضمنوا السلامة لكم ولا أهلكم هل هو مبدئيا للنسبة الحمد لله قليلة اللي موجودة عندنا في البلد الحمد لله للكوادر الطبية طبعا هذا بيعتمد على موضوع ضبط العدوى الرجانال واليهود والسياسات وشرحها من بناتهم تغسيل الأيدي التباعد بين المرضى لبس المعدات الوقائية فهو يعتمد على الالتزام التزام الشخص والحمد لله للشباب كلها ملتزمة ومن التمريض من أطبة من محاسبين سجلات كلهم ملتزمين وإن شاء الله نضلنا على هذا المستوى وإن شاء الله شده وتزول إن شاء الله دوركم في التوعية أيضا كيف مهم بهذه الفترة من خلال إن كان إطلالاتكم على القنوات التلفزيونية إن كان أيضا التوعية للمرضى حتى يردوا يوعوا أيضا للأشخاص موجودين ببيوتهم يعني التوعية بتكون من خلال اللوحات الرشادية والشرح المباشر يعني نحاول دائما نحكي للمراجعين ابعدوا عن بعض خلي مسافة احمي حالك وإحمي غيرك ممكن أكون أنا المصاب مش أنت المصاب فابعد عني أنا فهي كم نحاول أنه نوصل الفكرة هاي والمعلومة لكي نقلل من نسبة الإصابات والحمد لله لحد هذه اللحظة الأمور يعني الحمد لله نسبة الحالات اللي بتتم شفاءها بالنسبة للعالم عالية ومرتفعة كعداد والحمد لله إن شاء الله الكل بتشافى وبتعافى بإذن الله نفس الوقت بالنسبة للإصابات أيضا هي ضعف يمكن أحيانا الإصابات وأكثر من ذلك شو الألية والرعاية الطبية اللي تقدم من خلال أدوية أو من خلال إجراءات معينة تساهم أيضا في الحمد لله إسراء حالات شفاء وزيادة عددها شو بنحكي أيضا هل هو كعلاج مباشر للقرؤة ما فيه ولكن إحنا منعالج إليه الأعراض يعني في عنده ارتفاع في الحرارة ما رح أخلي على حرارته على ألمه على وجعه لا بالعكس منحاول نخبي الأعراض الموجودة ونعالجها أول بأول وهم نقطة اللي هي العزل إحنا لما نعزل المريض إحنا منحمي عدد كبير من الناس والمرضى فهو الإجراء الأول الأساسي العزل ولكن الرعاية الطبية الموجودة والمتابعة هي اللي بتخلي حالات الشفاء إن شاء الله دائما عالية وأعلى من الإصابات طب خلينا نتحدث عن المراجعات الدورية مثلا في بعض هناك مرضى عندهم مراجعات دورية كل أسبوع كل شهر كيف تتم تعامل مع هذا الحالة أيضا هلأ بالنسبة للعيادات إحنا مغلقين بناء على أمر الدفاع إحنا مغلقين لكن الكادر جوه خليه يتنحل شغالين كلهم ولكن لإلهم مراجعات إن شاء الله بعد ما تنتهي الأزمة لإلهم أولوية في إنهم يدخلوا على أطباء الاختصاص ويتعالجوا ويتابعوا هل يتم التواصل مع الأطباء مثلا خلال الهواتف من خلال أرقام المستشفى لمستشفى البشير طبعا أكيد أي مريض عنده أي استفسار يقدرين على المستشفى وإحنا نجاوبه ولكن هي المشكلة أنه صار الضغط على صرف الدواء صار التليفون دائما مشغول لأنه كله يصرف دواء ما يتوجه للمنصة أكيد يعني دائما بموضوع الدواء الشهري اللي فيه ناس مثلا ضغط سكري دهون وغيرها من الأدوية اللي تصرف بمموعيد ممكن بوجود الحضر بعض الإجراءات بيصير فيه تغيير خاصة إذا كان بنصرف من صيدلية معينة أو مثلا هذه الصيدلية يعني ممكن مشتهر يوصل لها شو بتحكوا بهذا الاتجاه هل فيه آليات اتخذت بشكل صحيح مناسب شو بتنصحوا سيدل هلا إحنا حاليا عم بيجينا الوصفات وطلب الوصفات بشكل كبير فبيقوم الصيدلية بفرز الوصفات لأي صيدلية يتبع المريض للجراحة للباطني للإبر البيولوجية للتصلب منفصلهم وهذا بسهل علينا موضوع أني أقدر أصرف للمريض دواء في وقته وبالعادة احنا بنوصي أنه قبل ما يخلص الدواء في كم من يوم يبعث لنا عشان يضلوا في نفس الموعد تبعه طبعا لنا معاملة خاصة لمرضى الكلا زراعة الكلا والتصلب اللويحي والإبر البيولوجية لهم معاملة خاصة ونحاول نصرف لهم بأقرب وأسرع وقت نعم هلأ جاءنا استفسار عن مرضى الكلا تحديدا اللي يأخذوا هذه الإبر الخاصة بهذا المرض كيف يتم توصيل هذه الإبر هل يتم نقلهم للمستشفى وإعطاهم هذا الإبر أو فيه بروح مختصين ومرضين بيعطيهم هذه الإبر بمنازلهم هلأ في حالات تضطر أنك تدخل للحالات اليومية يعني دخول للمراقبة لأخذ العلاج وهاي طبعا إلا عن طريق الدفاع المدني بإشراف طبي وكادر طبي موجود ولكن المرضى اللي بصرفوا علاجهم خصصنا أو متطوع يعني التزم بأنه يوصل للتصلب اللويحي والكلة عشان ما يصير فيه تأخير عليهم صحيح فبصير التواصل عن طريقهم عن طريق المنصة إحنا بنعطي كل الأسماء وهم عن طريق العنوين بوصلوا للمريض في موعده عشان ما يصير فيه تأخير من موعد العلاج خب دكتور ردود فعل الناس يعني أكيد بيجيكم ردود فعل ويعني وإحنا بيجينا مراحضات نقول الله يعطيكم العافج والمشكور ويضاعف يعني أيضا في هذا لكن ردود فعل الناس أي إيجابية وإذا شبت نصح إذا في أي ملاحظات من خلال الملاحظات التي تابعتوها خلال أيام الماضية هذا ردود الفعل متفاوتي فيه ناس كثير بنحكي معهم نتأكد هل الدواء وصل نحكي لك وصل في موعده خلال يوم يومين كموجود وفيه ناس كثير ما استعملوا المنصة وبيجوا على العيادات يعني عم بيعملوا تجمعات عباب العيادات وهي مغلقة يعني منضطر نطلب الأمن أنه بس بعدوهم عن بعض تنظيم صحي مشان ما يصير عدوى بالضبط طبعا أكيد فيه مشاكل يواجهوها عن طريق الصفحة فيه ناس يعرفش يستعمل فيه واحد بيقولك أنا ما عنديش تليفوني ماذا ننصحهم إحنا حاليا مندور على آلية بحيث أنه يكون إشي على المنصة وإشي عن غير المنصة للي مش عارف يستعملها فخلال الأيام هاي إن شاء الله القادمة راح يكون الدواء عشان نظلنا استدامة العلاج بالمرضى دكتور نصائحك توجه المتابعين في نهاية هذا اللقاء شو تحكي لهم أهم شيء الوقاية أهم شيء الوقاية والالتزام بالأوامر التي تصدر من دفاع من وزارة الصحة من الأمن العام من الكل التغسيل تجنب الملامسة يعني الالتزام بالمنزل خليك في البيت أهم نقطة لأنه طلعتك من البيت نسبة كبيرة إنه لا سمح الله يصير معك أي عدوة أو تنقل العدوة حتى لأهل البيت صحيح يعطيك العافية دكتور الله يعافي شكرا لك ولكل زملائك وكل الأطباء والكوادر الطبية بالأردن وكل العالم الذي يخدمه الإنساني إن شاء الله وأنا أشكرك وأشكر التلفزيور على الاستضافة كل شكرا الله يقوي كنت وصلين معكم دائما متابعينا ومشاهدينا أبو الله